لو أنا رديت على كومنت مثلاً أو تعليق من الحساب الوهمي ده هو هيرد علي أو؟ لا هو مش هيرد هو أصلاً كده كده بيكون لمرة واحدة بيعمل الكومنت ده عشان يحرك الدنيا ولكن فيه نقطة مهمة جداً الشخص اللي عايز يحرك خبر معين ممكن يرد عشان خاطر يحرك الخبر أكتر فيه نقطة برضو مهمة أخيرة عشان تكتشف إزاي الصورة دي مفابركة عن طريق تقنيات الزكاة الإصناعية ولأ في موقع عالمي من غير ما نقول اسمه وموقع عالمي كبير لو تكتب بس وصفه بالعربي في شركة جوجل أو بحث جوجل تكتب طريقة كشف عن طريق مواقع الزكاة الإصناعية الصورة مفابركة هيفتح لك موقع كبير ترفع له الصورة اللي انت مش واثق فيها أو ان انت متأكد ان هي ممكن تكون مفابركة أو لأ وهيجب لك النتيجة انه مستخدم فيها تقنيات الزكاة الإصناعية يعني احنا معنا هوت لحد دلوقتي طريقة مبدئية طبعاً فيه طرق طبعاً نقدر يعني نخش سيرش على جوجل ونكتب ازاي اكتشف ان الحساب ده صح اللي قدامي ده زكاة إصطناعي مش حساب حقيقي الصورة اللي في الحساب الصورة اللي في الحساب بالزبط هنكشف على الموضوع بالصورة لص طبعاً ان احنا لازم بقى نركز الفترة اللي جاية لان احنا داخلين على بدأنا بقى فكرة أو مرحلة الشائعات من خلال اللجانة الإلكترونية المبنية على حسابات وهمية لزكاة الإصطناعة فعشان كده انا بدأت الفقرة مع حضراتكم نخلي بالنا علشان الزكاة الإصطناعي زي ما ليه جانب إيجابي صح ليه جانب سلبي للأسف يعني وقت حلقتنا خلص والموضوع اعتقد ان احنا حتى يعني دورنا لمبة انذار وضربنا جرس انذار لكل الناس ما تستهونوش وما تفرحوش بكل الريكوستات اللي بتيجي على الفيسبوك لان ما خافية كان مرعب مش ما خافية كان أعظم ما خافية كان مرعب شكرا لكم